السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأخبار ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته الفيديو ذاته طريق السودان هنالك يكلمنا عن الجانب الأخلاقي في شخصية علي إذن أبي طالب مشاهدة ممتعة إن شاء الله قبل أن أدخل في تكملة القصة من الناحية التسلسلية التاريخية حروب الردة والفتوحات وما حدث في أيام الخلافة الراشدة دعوني أخذ وقفة فيها شوية عمق مع علي رضي الله عنه في مآثره سأتحدث عنه في جانبه العبادي والأخلاقي وسأتحدث عنه في جانبه العلمي وسأتحدث عنه بالفضائل التي تميز بها عن أقرانه ونبدأ بالحديث عن أخلاقه البطولة والشجاعة والفروسية مشهود له بها وله قصب السبق فيها كما يقولون لكن الجانب الأخلاقي الحقيقة لمن يعني لمن يتعرف عليه لا يملك إلا أن يعشق علي بن أبي طالب ويحبه حب عميق كيف لا؟ وهو الذي تربى مباشرة على يد النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة بنت خويلد الكاملة رضي الله عنها هم الذين تولوا تربيت من نعومة أغفارة اجمعوا هذا مع الإسلام العميق ومع الخلق الرفيع ومع الأسرة التي تعودت على الشرف والفخر والتواضع والعزة جمع ما لم يجمعه كثير من الناس أجاد الضرار ابن ضمره الكناني في وصف أخلاق علي ومكارمه النادرة يقول ضرار لما سأله معاوية أن يصف علي بعد ما استقر الأمر لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وصار خليفة للمسلمين التقى مع ضرار وهو يعرف أن ضرار كان مقرب لعلي بن بي طالب ومصاحب له يعني عاش معاه فقال صف لي علي قال أصفه كما أعرف يعني تزعل ما تزعل أنت حر قال نعم قال كان والله الآن وصف علي من شخص مقرب له يقول كان علي والله بعيد المدى يعني صاحب نظر بعيد شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا ويتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه ويستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته كان والله غزير العبرة يعني كثير الدموع طويل الفكرة كثير التفكر يقلب كفه ويخاطب نفسه يعني تقليب الكف لما الإنسان يكون يلوم نفسه فدائما يلوم نفسه إيش عملت إيش سويت فكان دائما يفعل هذا ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما الشجب يعني الطعام الغليض والخشن يعني باختصار زاهد من الزهاد كان والله كأحدنا يدنينا إذا أتينا إذا جئنا جلس وطلاطف معنا يعني في بعض الناس تلقى عابد عالم ومعتزل الناس لم يكن كذلك كان أحدنا يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سأناه وكان مع تقربهم إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة لا صاحب هيبة له مكان فإن تبسم فعن مثل اللؤلئ المنظوم يعظم أهل الدين أهل العلم أهل العبادة لهم مكان كبير عنده ويحب المساكين لا يطمع القوي في باطله أي أصحاب القوة والنفوذ يعرفون أنه سيعاملهم بالعدل مثل غيرهم ولا ييأس والضعيف من عدله أي إنسان ما عنده واسطة ما عنده قوة يعرف أن علي سينصفه فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه هنا ضرار يصف مشهد ما كان علي يدري عنه كانوا في سفر وفي إحدى الليالي كان علي واقف يصلي وضرار كان يظن ضرار نائم ضرار كان صاحي فيقول فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه يميل علي في محرابه يهتز يحن في المحراب قابضا على لحيته يتململ يعني يضطرب ويتقلب تململ السليم السليم هنا ليس السليم يعني الذي ليس مصاب بالعكس اللغة العربية فيها هذا أحيانا التناقضات في نفس الكلمة السليم يعني الذي لدغته عقرب كيف ما هو قادر يقف من شدة الألم يقول هكذا كان ويبكي بكاء الحزين فكأني أسمعه الآن ما زالت كلماته يعني ترن في أذني وهو يقول يا ربنا يا ربنا يتضرع إلى الله عز وجل ثم يقول يا دنيا يا دنيا إلي تغررتي تريد أن تغريني أنا إلي تشوفتي تطمعين فيني أنا تكسبيني إليك يا دنيا هيهات هيهات غري غيري قد بتتك ثلاثا يعني طلقتك بالثلاثة فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير يعني ما في شيء يخوفني منك ما في شيء يطمعني فيك آهي آهي من قلة الزاد من قلة التقوى وقلة العلم وقلة الإيمان ما كل إيمان هو يحاسب نفسه وبعد السفر مسافة طريق طويل ووحشة الطريق ما في واحد أحس أن معاي بنفس طريقة تفكيري وطريقة تهتماماتي ومشاعري أحس الوحدي هذا هو الوصف البديع الذي يعني وصفه ضرار وصفا عجيبا يلخص لنا من هو علي رضي الله عنه دعونا نفصل في هذا نأخذ الجانب الإيماني جانب التدين عند علي رضي الله عنه كان طبعا نموذج من النماذج الباهرة في هذا الجانب بلغ من إيمانه بربه سبحانه وتعالى وتوكل عليه وتصديقه أنه لما جاءه رجل يخبره أن في مجموعة تآمروا على قتله فقال يعني هذا الرجل يقول للإمام علي إن نفرا من مراد من قبيلة مراد يريدون قتلك فقال علي إن مع كل رجل ملكي يحفظانه مما لم يقدر عليه إذا ما جاء القدر الملكين يحافظين مهما جاءت المؤامرات الملكين سيحفظانه فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه إن الأجل جنة حصينة جنة يعني حماية مثل درع حصين فمدام أجلي ما جاء ما أخاف من أحد وإذا جاء أجلي ما أحد يستطيع يرد ما كان عنده خوف علي رضي الله عنه ما كان يخاف أبدا لهذا المعنى العميق الذي في نفسه ما يخاف يخاف على ماذا يخاف على الموت لن أموت إلا في يومي وإذا جاء يومي ما حتى يستطيع يحميني هذا المعنى كان في شدة العمر هذا لا يمنعه من الحذر غيره لكن ما كان شوفوا في حذر وفي خوف الحذر إنه يأخذ الاحتياطات عنده حراس عنده كذا ما في معنى لكن ما هو الخوف لما يدخل الأمر في القلب فيرتج في القلب عنده يكون خوف ما كان يخاف أبدا والذي عنده توكل عميق ما يخاف نعم واجب شرعا نحن نفعل هذا من باب الواجب الشرعي أن نتخذ الأسباب ونتخذ الاحتياطات ونربط حزام الأمان وكذا لأن أخذ الأسباب واجب وترك اتخاذ الأسباب معصية لكن كما علمنا سادتنا العلماء ترك اتخاذ الأسباب معصية والتوكل على الأسباب شرك اللي يعتمد والله عندي حراس وعندي كذا وحطيت هذه كلها هي أسباب لا تمنع من القدر هذا المعنى كان في منتهى العمق سنراه يتكرر كثيرا في حياته في أولها وفي آخرها ولذلك بعض الناس كانوا يستغربوا من علي لما يتصرف هذه التصرفات لأنه كان عنده هذا العمق في هذه المسألة علي رضي الله عنه كان له صحبة خاصة مع كتاب الله القرآن الكريم بسبب هذا الإيمان وبسبب معرفته العميقة أن القرآن هو كلام الله المعجز الخالد فكان يقول ما كنت أرى أحدا يعقل عنده عقل يعني ينام حتى يقرأ الآيات الأواخر من سورة البقرة يقصد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى نهاية البقرة يقول ما أعتقد أنه واحد عاقل ينام حتى يقرأ هذه الآيات فإنهن كنز تحت العرش وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إليه يوما تفلت القرآن من صدري طبعا هو حافظ للقرآن الكريم كاملا بدأ يلقى صعوبة في المحافظة على الحفظ المتمكن الدقيق فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به فقام عليه وبدأ يدعو بهذا الدعاء وانتصب بين يدي الله عز وجل وهو يدعو هذا الدعاء ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت فيما خلى في الأيام السابقة لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن وإذا قرأتهن على نفسي تفلتني يعني أحاول أتمكن من الأربع آيات بكل دقة وبعدين أحس أني إلى الآن ما أتقنتها وأنا اليوم يعني بعدما علمتني هذا الدعاء ودعوت به وأنا أتعلم اليوم أربعين آية أو نحوها وإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني يعني كأن المصحف مفتوح أمامي يعني ما قعدت أستعمل الذاكرة كأني أقرأها مباشرة بحروف مكتوبة أمام عيني ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت أسمع حديث منك وعدين ما أذكره وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحددت بها لم أخرم يعني ما أترك منها حرفا ولا حرف وذلك كانت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة جدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن فهكذا كان في صحبته للقرآن وللحديث ترجمة نانسي قنقر